السلام عليكم أطبعوني أهلا وسهلا بكم محاضرة أكاديمية العطاء الطب محاضرتنا اليوم ستحاول كيف نطلب التحليلات المرضية من المختبر و كيف نفسر النتائج منتجينه أول شيء سنأخذه هو كيف نكتب الطلب صيغة الطلب و الفورما ما طلب و كيف نكتبها و كيف نكتب بها على مودة تكون صحيحة اثنيا أنه نعرف شنية الأخطاء اللي ممكن تصير أسوأ بكتابة الطلب أسوأ من تجينا النتائج و نفسر عشن الأخطاء نتعرف عليها و أخير شيء شون نفسر النتائج اللي راح تجينا تفسير النتائج طبعا يحتاج لأنه نفهم شنية الأخطاء نفهم شنوه التحليل بط بط وش جاي يسوي و نفهم النورمال و الأبنورمال رانجز بس أول شيء راح نبدي بالQuantitative Analysis الQuantitative Analysis يصير ضمن فتشين صحلة طرق القياس أو طرق الاناليسي طرق التحليل طرق التحليل راح تشملنا ثلاث طرق طريقة الأولى أنتم تعرفوها سامعين بها أنه positive أو negative فقط النتيجة تجينا موجود positive أو ما موجود negative هاي هي اللي شوفوها مثلا بتحليل مثل حمل عامل positive محامل negative تحاليل الفيروسات مثل كورونا positive negative تمام؟ طريقة الأولى الطريقة الثانية لا نحتاج معلومات أكثر من أنه positive مثل السكر بالدم السكر بالدم دائما موجود كل الأشخاص عادهم سكر بالدم المعدة سكر بالدم فقط الشخص الميت تمام؟ فالسكر بالدم موجود بس أنا لا أريد فقط موجود أريد أن أعرف ما قد قيم تبقى بالضبط فشوفون مثلا نسوون تحليل مع السكر بالمختبر راح يطوكم رقم ما قد السكر؟ مية مية وعشرة مية وعشرة ميتين خمسين راح يطوكم رقم بالضبط فش راح نقول هنانا؟ نقول أنه هذا يطين الكمية مال الشي اللي جاي نقيسه بالضبط هذا ما نصح له؟ Quantitative Analysis Quantity معناها كمية Quantitative ما معناها كمية يعني الكمية تمام؟ فهنا طرق القياس الكمية Okay Quantitative Analysis قياس كمية يعني نقيس Exact Amount مبط الكمية مال الشي الموجود زيان والمساعة قلنا عليه Positive Negative ما نسميه؟ Positive Negative نسميه Qualitative Analysis Qualitative معناها النوعية نوعية إما Positive إما Negative تمام؟ بالإضافة للذن الثينية للQualitative والQuantitative Analysis عندنا فتش ينصح له Semi Quantitative Semi Quantitative ما معناها؟ معناها شبه كمي يعني هو كمي بس مو تمام مو للنهاية يعني شلون؟ أنتم هذا هم من تعرفوا؟ ما هو الصحلة؟ الصحلة الصلايب تمام؟ مثل يقولون هذا عدى صليب أو صليبين أو ثلاث صلايب ها يسمعون بها مثلا يقول لك هذا عدى مثلا صليبين رامل بالإضرار ماتة هيتشي هذا بالعادة هو بالواقع أنه يستخدموا الإضرار عندهم هيتشي شريط هذا شريط عليه عدة تحاليل يخلوه بالإضرار ويوخروا من يتوخر الشريط الألوان تتغير الشي اللي تغير لونه هذا يعني التحليل طلع بوزيتيف بس مو بس بوزيتيف تقدر تقارن اللون باللون اللي موجود على فتشيهما علبهما التعليمات موجودة هذا تقارن اللون من تقارن اللون راح تعرف جد صلايب مثل هذا اللون ما الشقر ما الجلوكوس هذا شوفوه صار هنا مثل هذا اللون بالضبط فهنا هذا الشقر مات الشقر بالإضرار لعفوش قد صليب فالنظام الأول بوزيتيف نيجاتيف مثل تحليل الحمل هذا شو نقول عليه كوالتايتيف اناليسس النوع الثاني الكمية ما الشي بالضبط مثل تحليل السكر مية تسعين مية وخمسين هذا نقول عليه كوانتايتيف اناليسس النوع الثالث شبه كمية هو يطيق فكرة عن الكمية يعني مثل من نقول موجود بسكر صليب من نقول صليب يعني موجود عدة سكر بس شوية بالإضرار صليبين معناها عدة سكر بالإضرار وشوية هوا يعني وذا ثلاث صليب معناها كل شو هواي سكر بالإضرار وذا أربع صليب معناها هذا الإضرار متروز سكر فتلاحظون يطينا فكرة فكرة عامة عن الكمية بس شقد الكمية بالضبط ما تدريك تمام فهذا هو شبه كمي يطيق فكرة عن الكمية بس شقد بالضبط ما يطيق فهنا لدينا الكمية يطينا بالضبط الكمية من المادة اللي موجودة اهم كلمة هنا لدينا exact amount exact amount of the substance present مو مثل منه مو مثل qualitative اللي هو يطينا negative positive يطينا بس معلومة عن وجود أو عدم وجود المادة بالسامل وعندنا مثل ما قدنا semi quantitative مثل benedict test هذا هو انه السكر وهذا تحليج السكر بالبرار بالbenedict طريقة وعندنا التخثر دني نسوي semi quantitatively هذا سيطينا فكرة عن شنو سيطينا فكرة أو تقريب اوكي اهنانا شوفوا الquantitative exact amount كمية مغبوطة الquantitative presence or absence السمي qualitative idea or approximation تمام فكرة أو تقريب للرانج مع المادة اللي موجودة بالسامل مثل ما شنو أنه لدينا بلوكوز مثل يقول لك هذا بين 0.5 و 1 قرام على الميت مول يعني صليب اوكي اما تقول صليب او هو رانج مثل هنا عندنا من صفر الى 250 هذا نقول عليه رايس يعني اسم شوية من 250 الى 500 صليب كله من 500 الى صليب من الف الى اربع صلايب تمام مثل ما شوفون هنا انه راح يطينا range او idea او approximation فكرة او تقريب للكمية مو الكمية فكرة او تقريب لها لذلك نقول علي شبه كمي مو كمي اهنا راح ناخد الاخطاء الممكن الصير بعمليات التحليل وهي الاخطاء اذا نعرفها نقدر نقللها فراح نشوفها كيف ممكن تكون الاخطاء فاول شي احنا ندر بها انه ممكن اخطاء الصير بالتحليل نفسي يعني هو التحليل قاعد يخطعون به او الجهاز قاعد يخطع به بس اكو اخطاء الصير اصلا قبل لا نسوي التحليل قبل العينة توصل للمختبر اصلا ما نصح لهم برياناليكال قبل التحليل قبل عمليات التحليل واكو اخطاء الصير ورا ما تطلع النتيجة راح تصير اخطاء ذا نصح لهم بوست الاناليكال يعني المشكلة مو بس فقط بالتحليل نفسي تجا يصير مشكلة لا تكون مشاكل قبل التحليل ومشاكل ورا التحليل فشنية المشاكل نتعرف عليها اول شي لبرياناليكالعران قبل التحليل راح تبدي العملية كالعاتي يجيكم المريض وشوفوه تريدو له تحليل فاول مرة راح تكتخون طلب مات تحليل هذا الطلب مات تحليل ممكن صير اخطاء راح شويه ناخذ انه بشون نكتب طلب مات تحليل فهسا بس نقول علي طلب التحليل ممكن صير به اخطاء مثل وراها الـ Patient Identification مثل اسم المريض انكتب خطأ مثل او اكوفتش يصير هوي مثل مريض اسمه عليحسين جاكم مريض اسمه عليحسين كتبته عليحسين وديتو وراح جاكم مريض ثاني همين اسمه عليحسين وهمين كتبته عليحسين ووديتو فصار اثنين مريضين عندما اسمكم عليحسين هنا ستنخضط النتائج الخطأ من من كتابة Patient Identification اسم المريض ما نكتب بشكل كامل وصار خطأ او العمر مثل مرات ما نكتب ما نكتب مثل مريض مراء او رجال هنا دني كلهم ممكن يؤدن انه التحليل يطلع خطأ وراها انه المريض اكفت شيء المفروض يتحضر له مثلا السكر عندنا نوعين من تحليل السكر التحليل السكر التماكل وتحليل السكر التصايم فالمريض اذا يريد تحليل السكر يجب أن يأتي صايم 18 ساعة لم يأكل فهنا اذا المريض مثل قلت لكم لم يأكل وهو قبل شوية شارب عصير يعتبر العصير مواكل تمام فهنا سيطلع خطأ بالتحليل انتم تبعون هذا بسكر بينما هو كان شارب عصير تمام او بالنسبة للدهون نفس الشيء وراها المريض المريض سيسحبوا له دم ويضعوا فد انبوبة هذه الانبوبة ينكتب عليها اسم المريض عمر المريض من يارد هجاي مثلا والتحاليل المطلوبة فإذا واحد مثلا خطأ بالاسم خطأ بالتحاليل خطأ بوقت السحب أو أشياء ممكن يخطأ بها بالليبولينج على العينة ماتة هنا سيصير مشكلة سيصير خطأ سيصير 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 بسبب السامبل المريض من أهل المختبر سيصير يأخذ الأدم أكثر في التحاليل مثلا نأخذ مثال تحاليل مثل قياس CO2 الغازات بشكل عام يجب أن نأخذ العينة من الشرياء يسمحها أثارا من الشرياء فإجابة المختبر في السحبل من الوريد سيصير سير خطأ وكذلك هناك أشياء بالنسبة للتحليلات سيكونون على الأعلم بها إذا لم يعملها ستتجد مختبر السامبل هاندلنج السامبل هاندلنج من راح ياخدون سامبل من المريض يوجد سامبلات تكون هشة رقيقة كلش مثل سامبلات مع الأنسجة سامبلات مع السحب وسائل من المريض دني يكون هشيات لازم مباشرة يتودن للمختبر أو ينحطن بواسط حافظ خاصة السامبلات مع البكتيريا مثل سواء هنا يجب أن يحطن بواسط حافظه مباشرة يذهب للمختبر فهو الأخ مثل سحبهن وظل يسولف له مدة نص ساعة وبعدين وداهن هنا راح تطلع النتائج خطأ لان البكتيريا راح تموت الخلايا راح تبدي تتهمين الأيض مالتها يعني يغير المواد اللي بالعينة هنا راح النتائج تطلع خطأ بسبب هاي الفطرة وأخير شي لترانسبورت نقل العينة هاي ما عرفوا إذا شفتوا شون ينقلون العينات مع الكورونا ورما يأخذون السواب للمريض يحطوها بواسط ناقل هذا الواسط يخلي العينة يعني شون يقولون ما تتلب خاصة بالنسبة للعينات الفيروسات وعينات البكتيريا الفيروسات كلش هشة الفيروسات هشة الدرجة أنه مثل واحد إذا عطس فيروسات تموت بالهوى تموت فهنا من نريد ننقل هالمختبر لازم بواسط ناقل والبكتيريا كذلك إذا ما نقلوه بالطريقة المناسبة راح تموت وراح النتيجة تطلع عندنا خطأ النتيجة تقول ماكو بس هو الشخص مصاب هنا راح نرجع للسامبل هاندلينج مرة ثانية هاي السامبل هاندلينج تختلف عن هاي السامبل هاندلينج هاي السامبل هاندلينج بالاناتيكال ايررر هاي العينة من تجي له المختبر عندهم في البروتوكول الكل نوع من العينات تجيهم وشون يتعاملونه إياها فإذا خطأوا بالتعامل مثل عينة مؤفصلوها عينة قبل حطوها على الفريزر وخربت هنا تصير مشاكل وتضع النتائج خطأ قليبرايشن معناه معايرة بين قوسين تصحيح تصحيح للجهاز هاي هنا يختلف عن التصليح هنا الجهاز مرات وحدة يطي نتائج اليوم صح تأتي ثاني يوم قاعد يطي نتائج خطأ ليش؟ لأن مثلا تغير فتشي بي بس ما نكسر بس تغير فانت اشي تسوي ترجع الجهاز انه هو نتائج صحيح نصح لها المعايرة بالعادة ثم بواسطة نطيع عينات ونقل لهاي العينة قيمتها هلقت فهو راح يفهم في الجهاز هاي معايرة لاجهزة اذا ما تتم اكو اجهزة تحتاج يوميا معايرة اكو اجهزة تحتاج كل اسبوع اكو اجهزة تحتاج ويكل عينة اكو اجهزة تاخذ فترة طويلة ما تحتاج معايرة فهنا الاجهزة ذا ما معايرة النتائج راح تطلع خطأ وهسا نوصل للشي اللي هو اسمه التحليل عمليات التحليل هاي هنانا شون يسوون التحليل اسوان الجهاز او الشخص اللي يقوم بالتحليل شون جاي يسوي التحليل اذا مثل الشخص ما مدرب عدل او الجهاز اذا مثلا بمشكلة هنا النتائج راح تطلع خطأ او حتى اذا شخص مضبوط والجهاز مضبوط جوز الطريقة اللي جاي يشتغلون بها اللي مثل واحد قلهم اشتغلوا في هاي الطريقة الطريقة اللي جاي يشتغلون بها هون خطأ فهاي هو الانالتاكال بروسس فهاي الانالتاكال each melhor الأخطار الممكن فرها بالتحليل نفسك الποست اناللتاكال التقالي البرقل المثل هي اك atmosfer انهه النتيجة طلعت ومن طلعت النتيجة راح انهه النتيجة من الفحص تطلع خطأ هاي هنانا شون ممكن النتيجة تطلع خطأ لو مثل بطباعتها مثل جهاز منطبحا مثل درقه من حذب فد صفر مضاف فد بوينت اختفت حبر ما طباحه او صرف بالمشكلة احصل بالنتائج او انه الشخص مثلا اشتبه مثل هي 55 بوع كتبها 5 او هي 55 بوينت 5 كتبها 555 انا راح يختب مثل حالة حالة طابعة تمام فالنتائج مني يطلعوها تطلع خطأ الريبورتينج اتم راح دزون تحليل دزون ورقة للتحليل راح يرجعو لكم ورقة بها شنو بها التحليل وقيامها فهذا الريبورتينج هميا ممكن سهوا يصير بخطأ مثلا اسم المريض ان كتب اسم غير مريض مثلا تحليل يوريتم دازين هما نسوي لكم غلوكوز او خاطط مثلا بين تحليل و تحليل الرقام قلبيها فهي كلها مشاكل ممكن يصير بالريبورتينج واخير شي بالانتربروتاشن هاي في تفسير النتائج اي شخص ما عده معلومات كافية ممكن يخطأ بتفسير النتائج او ممكن اذا شخص دايق جدت نتائج باوع لها عبالة نورمال بينما هي ما حق بالحسبان هاي المن ميال في ميال اشقال عمره ذني ممكن يتغيرا فهنانا راح بهاي المحاضرة اصلا ندرس على مودي شون تطلع النتائج صحيحة او نسوي لها انتربروكتيشن صحيحة تمام؟ فذني الاخطاء اللي ممكن تصير راح ناخذ علاج بعض منهم بهاي المحاضرة هكذا نارجع علي ال수 Renee احنا وين اخدناها ذناح الهدف من الهجز لإصابoqueه تصحيح للهجز بس هاي للأسف هذه الي thinking التي نخذها كلها لا تهدف لتصحيح الكل يعني راح أصاححيه دنه الثانية هوح but كل خطأ من دن الاخطار فقط هاي brochري وناخذها بتشمل دن ثانية الـ Quality Control هي عملية تصحيح الأخطاء سواء تصحيح الأخطاء بالكامل نلغي الأخطاء 100% أو على الأقل نتلافه أغلبية فإذن الـ Quality Control هي مجموعة إجراءات نسويها على مدى نلغي أو نقلل من الأخطاء اللي ممكن تصير عدنا الـ Quality Control راح نأخذها حنا على الألانتكال إيروس اللي هنا إذن الثانية راح نأخذهم بالضبط تمام؟ ليش نسوي الـ Quality Control؟ وابحة ليش نسوي الـ Quality Control على مدى نوخر الأررز وإذا وخرنا الأررز يعني النتائج اللي المختبرات راح تطيها راحش تكون Reliable Reliable يعني معتمد يعني صحيح هنا راح يجي سؤال شنو اللي تحتاج المختبر على مدى تكون النتائج ماتة ضمن السيطرة النوعية شنو اللي يحتاجه على مدى نقول هاي النتائج Reliable هاي النتائج معتمدة نقدر نعتمد عليها ستم كدكتور كدكاترة تجيكم نتائج من المختبر إذا شوفوا المختبر خطأ خطأ ثلاثة خطأ أربعة بعد ما تثقوا بالنتائج شنو اللي تعتمدون على نتائج مختبر إذا دائما تجيكم صحيحة إذن على مود أنه المختبر يكون نتائجا معتمدة لازم تكون صحيحة النتائج على مودة تكون صحيحة اش تحتاج؟ تحتاج عاملين عامل انصيحة انصيح له Accuracy وعامل انصيح له Precision Accuracy و Precision إذا ترجموهن اثنين هن للإنجليزي طلعن اثنين هن معناهم دقة بس بالواقع الأولى هي الدقة والثاني ينصح لها انضباط دقة وانضباط Accuracy هي الدقة والبرسجن هي انضباط بالنسبة لAccuracy مفهومها بسيط كلمة مثل ما شوفون هنا عدنا سهم و هدف السهم كل ما يخترب للهدف كل ما نقول عليه Accuracy مات تأعلى إذن Accuracy هو أنه تشقد ما تقترب للهدف يعني قربك عن الهدف هاي l-accuracy ماتك فإذا كان الهدف مالتنا وسط هاي l-target فإذن على مودة نكون accurate لازم نلوح الوسط إذا كان هدفنا مثلا 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 نسوي للجهاز مثلا إذا كان هدف الجهاز أنه يقرأ 100 ما قد ما القرب ماتت على المية كل ما يكون أداق تمام فإذن هنا Accuracy هو إشقد قريبا نتيجة من النتيجة الصحيحة مثلا هاي بالمختبر شونا نعرف يعني احنا جاي مطيس للمرضى احنا ما نعرف نتائجه شونا ممكن نعرف انه هاي النتيجة صحيحة او جهاز نخطيه لو هاي مو النتيجة الصحيحة تمام احنا ما رح نعرف شلون ممكن تعرف شي مثل هاي l-accuracy انه جهازك دقيق الجواب انه تجيب لك شي إنت تعرف تعرف إش قد تركيزه مثل تجيب لك محلول ما السكر تركيزه 150 الجهازة تطلع لكياه 150 جهازك مضبوط 100% l-accuracy ماتت 100% إذا طلع لكياه 149 l-accuracy ماتت كل الزينة تقريبا 99% إذا طلع لكياه 147 هم زين 145 زين يعني قريب على الخمسين إذا طلع لكياه مثل 140 لا هاي l-accuracy ماتت قليلة إذا طلع لكياه مثل 120 هذا الجهاز شيله وذبه لا من سوي له معايضة تمام فإذن l-accuracy هو جقد قرب النتيجة اللي طلح الجهاز أو الشخص اللي جاي يشتغل للنتيجة الحقيقية نعرفها عن طريق أنه نقط الجهاز أو الشخص محلول محلول إحنا نعرف جقد تركيزه والجهاز وظيفته أنه يفحصه ويقول لنا جقد إذا الجهاز حزره مضبوط إذا قريب على أنه يحزره همين مضبوط إذا بعيد لا نقط الجهاز هذا لازم نسوي له معايرة بالمناسبة هذا المحلول اللي بتركيزه نعرف نصح لك control control معناها سيطرة تمام؟ أنتم مفتهموها امتحان يعني جاي نختبر الجهاز نقطي امتحان قل له هذا جقد وهو يقول لنا تمام؟ ثاني شيء عندنا هو البرسجين البرسجين قلناه انضباط وشون انضباط؟ شوفوا تقدرون تبعون للأكيورسي والبرسجين من منظر اللي هو الأكيورسي تقدرون تمثلوها بشخص قاعد يقول كلام مضبوط كلامه مضبوط قال كلمة هاي الكلام مضبوطة البرسجين دائما كلامه مضبوط يعني اليوم قال كلام مضبوط باشر قال كلام مضبوط عقبة يقول كلام مضبوط مش وقت ما يحتي كلامه مضبوط هاي نقول عليه برسجين تمام؟ فهنان البرسجين هو التكرار مالشي تمام؟ دائما يتشدد اوكي؟ والانضباط بالصديق انه دائما كلامه مضبوط دائما كلامه صح تمام؟ فإذا البرسجين ما يهمها كصح خطأ المهم دائما الشي يتكرر دائما هذا الشي يتكرر هاي هي ننصح لها برسجين فهنان عندنا البرسجين انه الجهاز من يطي نتيجة لازم هم من يطيها من عيدها مثل ما عجبتنا عندناها لازم هم من نفسيتها يطيها وراها هم من يطيها نفسيتها وراها اشقد ما نقيسه يطيها نفسيتها النفس العينه طبعا فهنان نقول كيف يتكرر Fur�� letzt كيف ستكرر النتيجة اللي طلعتنا مثلا نقول طلعتنا النتيجة 150 هاي النتيجة المية وخمسين اش قد راح تتكرر من راح نقيسها بعدة اوقات يعني مثلا هاي العينة 150 المفروض تطلع قسناها طلعت 150 قسناها مرة ثانية هم مية وخمسين مرة قالثة 150 مرة رابعة مثلا مية واثنين وخمسين مية وتسعة واربعين هذا نقول عليه كونسستن صحيحة هنا مية واثنين وخمسين بس قريبا عن مية وخمسين مية واثنين 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 و هذا لا يمكن أن النتيجة تكون دقيقة ولكن ليس برسائز مثل ما نرى هذا مثال هذه النتيجة كلهم قريبات على الهدف شاهدون كلهم قريبات على الهدف ولكن كل واحدة بجهة هذا نقول عليه النتائج مضبوطة دقيقة كلها قريبة عن الهدف ولكن ليس برسائز لا يجب أن تتكرر بنفس المكان هنا نقول هذا بينما هنا صحيح النتائج كلها خطأ يعني كلها بعيدة عن الهدف مو دقيقة ولكن كلها بنفس المكان هذا إذن دائما تجب هذا المكان النتائج ولكن هذا المكان مو صحيح بالنتائج كلها خطأ مو أكيرات تمام الرايد نحن بالجهاز أنه النتائج كلها تطلع بالهدف وكلها بنفس المكان يعني اللي هو الهدف والمرأة يدخوا هذا أنه النتائج تطلع بوحدة بعيدة عن الثانية ومو يقوم بالهدف فهذا اللي افتهمناه أنه مو أكيرسي مثل الشيء يصير بالمضبوط يعني قريب على الهدف البرسيجين أنه يتكرر بنفس المكان البرسيجين يتذكره واحد دائما يحشي الصديق واحد دائما يحشي الجذب إذا خطأ 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 وطنى صح هنا نخاف منه أكثر مما أنه يطنياهم كل هن خطأ لأن إذا كل هن خطأ نستطيع نصححهم بس إذا طنى مثل خمسة خطأ ووحدة صح ما رح نفهم لي أصابق هذه الحالة هذه هي بالنسبة للأكيوريسي وبالنسبة للبريسيجن هسا هن يشلنا الإجراءات من القواليتي كونترول طبعا القواليتي كونترول ما هي الإجراءات التي نفعلها على ما نجعل الاختبار أو التحليل صحيح ما نحن لدينا؟ سنعمل بالأجهزة فأول شيء يجب أن نشيك الأجهزة يجب أن نشاهد مثل ما قلنا نضيح هذا الكونترول للأجهزة ونشاهد منه يطلع صح لو خطأ إذا طلع قريب على القيمة التي نعرفنا فهذا الجهاز نشتغل به إذا ليس قريبا نسوي له معايا صحيح إثنيا الإجهزة تستخدم ماء هذا الماء يجب أن يكون ماء مقطر لأن الجهاز لا يأخذ عينة وراها يغسل تمام؟ وحتى الأشخاص لا يشتغلون بشيء مثل يغسلوا وراهم فهذا الماء يجب أن يكون مقطر وخالي من الشوال ثلاثة المواد الزجاجية يجب أن يكون هناك مواد الزجاجية لنحط بها المحاليل هذا يجب أن نتأكد أنه نظيفة وقياساتها صح هذا أول شيء نتأكد منه أثنيا الأجهزة يرادلها صيانة الأجهزة لا يجب أن نقوم بعملها صيانة أجهزة المختبر يجب أن نقوم بعمل الصيانة بالعادة كل شهر يأتي مختص بالصيانة ويشكي الجهاز يفتحه ويشوف دائما مشاكل الآن النقطة الرابعة يقوم بعمل المختبرات النموذجية بالعادة بالمستشفى هناك شخص مختصب بها لكن المستشفى النقطة الرابعة نقوم بعمل كونترول شارت ما هو كونترول شارت؟ عرفتوا كونترول كونترول هي مادة هاي المادة تركيزها معلوم ونختبر الجهاز بها نشوفها راح يقيسها صح لو خطأ هذا هو الكونترول فإذا جبنا في اليوم الكونترول مالتنا وطنان الجهاز ومثل قراءة صح مشت المضايير ثان يوم نطهيها همين قراءة شوية أقل من قبلها بيوم نقول هذا بس هم صح همين تمشي بس نخلي فكرة ربان لأن الجهاز اليوم قراءة أقل ثالث يوم مثلا قراءة همين أقل لا راح صار عندنا مشكلة راح يشوف فد ربط أنه الجهاز راح يبدأ خربط أوكي؟ على مود ما على مود تفهموها هذا هو الكونترول شارت الكونترول شارت أنه نسوي كونترول اليوم الأول الثاني الثالث الرابع لحاجة شهر وراح نباوع لتشارت مالتنا أنه جهازنا جاي يعني يشوت بالكنترولات لو جاي يقراها ضمن نسق معين بالمحصلة لازم الجهاز يصير ضمن ذن الخطوط الحمر ما يعقبهن يالله نقدر نقول الجهاز معتمل عليه إذا يقوم يعقب الخطوط الحمر هواي معناها الجهاز يحتاج تصليح كمام فالكونترول شارت وهذا الكونترول شارت وهذا الكونترول شارت الذي أخبركم نصح لليفاي جننجز كونترول شارت فهنان لازم نسوي منترينج للكونترول شارت لازم دائما يشوف الكونترول شارت وش جاي يصير بالجهاز معالتنا أخير شيء اللي هي لازم العاملين بالمختبر لازم يروحون بالدورات برامج بحيث يصيب خبرتهم زيت الخبرة زيت بالجهزة مع المختبر أو بالفقصات بدني نستطيع نسويها ونحسن من الاناتقال تمام هسا الـ سنقسمها تصمير internal quality control و external quality control عليها اساس قسمناها internal و external الانترنال هي احنا المختبر خنقول ننسى انه احنا طبع هسا احنا صرناها المختبر نعاني المحاضرة ظاهر كلها تقول انه انتم تشتغلون بالمختبر خلي نفكر انه هسا احنا نشتغل بالمختبر شلون نسوي تضبيط جهازنا قلنا نسويها عن طريق ال control اوكي اذا احنا نفسنا سوينا ال control و ضبطنا الجهاز به هاذا انصح لها internal quality control اذا قسنا عيناتنا او قسنا جهازنا بجهاز غيرنا هاذا انصح له external quality control اذا اذا انقارن جهازنا بفت شي اسمه control مادة control مادة control اذا انصحنا internal quality control احنا مجرد قسنا بالشسمة بالcontrol و حددنا انه جهاز مضبوط بال external لا ناخد عيناتنا نضبطنو بمختبر غيرنا اوكي يشوف مختبرنا يشتغل مضبوط مثل مختبرهم لو لا هاي هي ال internal وال external فاذن ال internal اليومية او كل ما نسوي التحليل راح نسوي control عرفنا شين ال control نعيدة مرة ثالثة control هي مادة بها تركيز معين من المادة اللي نريد نقيسها مثل الجهاز مالتنا يقيس سكر نجيب لها المادة بها تركيز سكر معين احنا نعرف اش قد التركيزه و نسأل الجهاز نشوف الجهاز انه راح يقدر يجيب النتيجة بالمضبوط او ما يجيبها بالمضبوط اذا جابها بالمضبوط خير على خير اذا ما جابها بالمضبوط لازم نسوينا معايرة هذا هو control هذا اللي نقصد به بال control تمام؟ اهنا عندنا مادة control المادة اللي موجود بها السكر مالتنا احنا مو قلنا السكر مالتنا عندنا تد انبوبة بها السكر أو فتشي هاي المادة اللي موجود بها السكر لازم تكون مشابهة للمادة اللي يقيسها اللي يقيسها الجهاز مثل اشلون؟ جهازنا يقيس سكر بالدم لازم control وهميا سكر بالدم اذا جهازنا يقيس سكر بالإدرار لازم مادة control هميا إدرار وبسكر تمام؟ مو انه مثل الكمترول هو دم والجهاز يقيس إدرار لا ما يصريت شلون الجهاز يقيس إدرار واحنا نروح نسوي الكمترول بالدم نسبة او المادة ما السكر اللي محلولة بالدم راح طبيعتها تختلف عن مادة السكر اللي محلولة بالإدرار وراح نسوي الفرق بالنتائج أصلا تمام؟ ما السكر لازم تكون مشابهة لمادة الاختبار لازم يقيس سكر بالدم لازم مادة الكمترول agree جهازنا يقيس سكر بالإدرار لازم مادة الكمترول ت competenzie إذا جهازنا يقيس سكر بسائل النخاء الشوكي لازم agree المادة الاکترول سائل النخاء الشوكي فمادة الكنترول من جنس مادة الاختبار طبعا بالتركيب مثل دم دم بلازمة بلازمة ادرار ادرار كل شي من كل النواحي ما نفحص الفحص؟ لازم نسوي المادة الكنترول مثل مادة الكنترول نفحصها باردة لازم نفحصها منها بارده يعني احنا من النفحص هي درجة حالة 37 هي درجة حالة 27 خمس وعلى 25 هذه حالة سائلة وهي حالة سائلة وهي حالة صلبة وهي حالة صلبة الخواص الفيزيائية والشي الفيزيائي الذي نتظي عليها نتواج علىهم بعدها الكنسترول الانالية شيون أنت محدة انالية هناك فيه من بين الدوق بسية وكل مصيفة انه تدرون الدم يعني احنا مثلا نريد نقيس سكر بالدم هذه هي مادة التاست الدم وبسكر اللي نريد نقيسه تمام وهاي هي الكنترول الكنترول هميا راح نجيب دم وبسكر تمام السؤال هنا الدم هل فقط بسكر دمنا بس بسكر مدبي لو بي غير اشياء لها بي غير اشياء بي اشياء انصح الهين الانالايتس الانالايتس هي شنه مثل صوديوم هنقول هاي الاصفر وصوديوم تمام لازم الكنترول هميا بي مثلا صوديوم مدبي مثل دمناش بي بعد مداب مثل مدبي بوتاسيوم اوكي همانالايت بوتاسيوم لازم الكنترول هميا بي نفس الكمية تقريباً是不是 من البوتاسيوم تمام مثل دمها شبه له بعد بيفوسفيت مثل دمنا بيفوسفيت لازم الكنترول همي بيفوسفيت وتقريباً نفس الكمية هذه بدمنا احنا صحيح지اً ما راح نقيسه بس دني راح يارى دسم احنا صحيح على الاختبار همياً صحيح مدني بالسوالف احنا من قيس argue سوديوم نجم فوتاسيوم لا سنقلس فوسفيت بس سنقلس شكرا سنقلس غلوكوز بس ذني بما أنه موجودة بالعينة رح يأثرا على تحليل السكر لو رح يرفع عن النتيجة شوية لو رح يقللنها شوية فهنانا لازم الكنترول بنفس المكونات على منذ ارتفعت النتيجة ترتفع باثنين هنسوات واذا انخفضت تنخفض باثنين هنسوات اي بين قوسين هذا الحجي كلمة معناها اش موجود بالتست ماتيريال موجود بالكنترول الشي يصير على التست ماتيريال يصير على الكنترول لازم نشتغل الكنترول والتست ماتيريال نفس الشي بالطبط وإلا ما رح يكون الكنترول هو كنترول ما رح نقدر نقارن به تمام؟ فهنانا الانترنال كواليتي كنترول رح تفحص لنا الاكسكيوشن الدقيق للبروسيجر ما لاتنا يعني جاي نشتغل صح لا فقط فلذلك النون كونستريشن يعني هذا الكنترول تركيز معلوم ينوخذ وينشيصر به يتقارن به النتائج اللي رح تطلع من الجهاز فهذا هو الكنترول اللي رح يصير انه تركيز معلوم رح نقارنه ويننتائج ما الجهاز الفاليوز القيم اللي رح نحصلها من الجهاز هاي الحالة ايش رح نصيح لها نصيح لها انترنال كواليتي كنترول ونقدر نسويها بمختبر واحد فقط يعني هو احنا مختبرنا و جاي نشتغل اللي كواليتي كنترول الاكسترنال كواليتي كنترول هي شينا هي انه نتائج مختبرنا يتقارن نتائج مختبر غير هاي لو صير فقط بين مختبرين يعني احنا رح نشوف مختبرنا ومختبر اللي قبارنا مثلا نتائجنا مضبوطة مثل هم وما مضبوطين مثلنا نقارن نتائج نتائجنا مثل خمس عينات نشتغلها السكر ونزهن لهم نقلهم نشتغلوهم السكر هاي عيناتنا نتائجنا نجيب نتائجهم نحطها ونباوع لهم نفس الشي خير على خير مو نفس الشي لون مشكلة بينا لون مشكلة بيهم اذا احنا مختبرنا اضبط منهم يعني المشكلة بيهم اذا مختبرهم اضبط منهم يعني المشكلة بينا تمام بس هي بالعادة الشي الصير هاي انه دائرة الصحة او وزارة الصحة تاخد كونترولات للمختبرات مالتها كيلها وتخليهم يسوون بحوصات على هاي الكونترولات ويرجعوا لها النتائج فهم يقرون النتائج مثل هاي المستشفى نتائجها صح هاي المستشفى صح هاي المستشفى نتائجها مصح نقلوهم او فصلهم لا ما رح يسوون هاي بس رح يقلهم نتائجكم خطأ ويدزولهم ناس يدربوهم تمام اهنان رح يصير مقارنة بين البروفورمانس يعني الشغل مع المختبرات مختلفة البرو سيجر رح يصير بين بالعادة مرة بالشهر والنتائج رح ترسل للبرو جرام سنتر احنا هنانا يقصد بانه فاد واحد المنسق مع العملية اللي هو مثل ما قلنا مثل وزارة الصحة دارة الصحة كيف يسوالب وراح يشايفون النتائج ويدزولهم فيدباك الفيدباك يعني يدزولهم تغذية راجعة يعني يدزولهم رأيهم لو رأيهم بقيتهم رح تنفصلون لو رأيهم الشسمة انه رح يدزلكم مختص يساعدكم انه نتائجكم الصير صحيحة او يقولون هم عشتيدكم نتائجكم صحيح هذا نتاجهم صحيح حسنا نأخذ شنون نطلب التحليل شنون اندز طلب للتحاليل طبعا قلنا هو واحدة من الاشياء اللي ممكن يصير بها ارر تمام شنون اندزه بالطلب من التحليل اول شي لازم اندزه اسم المريض عمر المريض وجنس المريض لازم ذن الثلاث اشياء لازم اندزه لاني اثرا على التحاليل كل شيء واسم المريض يعني اذا خبطت الاسماء وجابه نتاج مالغير ما يضحها هاي مصيبة كاملة تمام بالاضافة لهذه تكون تحاليل تحتاج clinical history clinical history مثل واحد صار بيجلطة قبل شهر واحد مصابه بهتش مرض قبل شهر واحد عفا من فيروس قبل هلقيت هاي نذكرها ونذكر حاليا هو المريض شبيه مثل اجان المريض وجه شاحي مثل عيون صفور مثلا جاي يرجيث هاي نذكرها هميا اكتحاليل تحتاجها مو كلها بس العيون الصفور مثل هاي كلش مهمة انه هذا بيجلطة احتمال وراها هاي هنان الهوسبتال او او اثرا بيشنت او البيانكيشن نمبر هاي حسب المؤسسة يكون مؤسسات مجرد انه رغم الطبلة او هيد شيء هذا ما يكتب بالتحليل اaco مؤسسات لا عندهم فترة يعني كل مريض إلى باركود وهذا الباركود تدخل بيك المعلومات فيحتاجون أنه الباركود والباركود يندزوا الاستمارة مع التحليل الردهة يعني احنا من ياردها جاي ندز الجراحية البطنية كذا وذا كان مختبر خارجي نذكر اسم العيادة اللي احنا جاي ندز المختبر الخارجي ندز المريض المختبر الخارجي منها والادرس هنان الادرس شوفوا هاي هنان تختلف هاي اصلا ما عليها ما عليها بالدكتور بالعادة الادرس هو يريدون عنوان المريض اوكي مو عنوان الدكتور عنوان المريض مثلا هاي هنان مرضى اللي بهم امراض معدية مثلا وخاصة جماعة اله اي بي اه جماعة اللي يصر بهم امراض وبائية دولة لازم مالتهم العنوان مكتوب على على التست ركوست على مود خاف يطلع بوزيتب على مود تروح لهم الصحة العامة او فتشي تروحون يشوفون المنطقة داير مدايرهم خاف من تقللهم المرض اسم الدكتور اللي جاي يرسل التحليل طبعا لازم يكتبون اسم الدكتور يعني سواء خاف مصيبة صير يدبوها براس الدكتور بس بالعادة مو من هذا السبب بالعادة انه على مود يتواصلوني الدكتور من يحتاجون في المعلومات اضافية اكو مرات تحاليل تطلع يعني ما انزل الله من السلطان نتائج فهنا يعيدون المختبر وتطلع لهم نفس النتيجة يعيدون ونفس النتيجة فهنا يحتاجون التصميم بالدكتور يقول الدكتور ترى هاي النتيجة ما تجا يتطلع هايج ما شايفين هايج يقولهم لا لا وهذا المريض هايج منتهي فالنتيجة صحيحة هذه الزولي اللي ان اكو نتائج يعني المختبر ما يقدر يطيها اللي يتأكد من الدكتور لان ممكن تكون خطأ واذا خطأ وما استفسرهم من الدكتور فهنا مصيبة الكلينكال هنا يخضر رقم التليفون مننا اكيد والرقم البيجر احنا ما شايفانو الدكتور يمنى يستخدمون بيجرات على اقل بالمستشفى الكلينكال دياغنوسيس والبرابلوم لازم نذكر انه يابا هذا المريض اللي جاني يعاني منهيج شي مثلا او المشكلة مثلا عده ألم بالبطن عده يعني وصف لحالته الحالية شنية مشكلتها يعني ليش دخل للمستشفى ألم بالصدر ما يقدر يتنفس ظهرة هيتش بيشي هينكتبها اذا مثلا كتحاليل تحتاجها مو مثل 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 تحليل السكر يحتاج ما يحتاج هذه السؤالة يعني بس كتحاليل مثل من تريدون الشخصون يا نوع من فقر الدم هذا على الباب العادة لازم ينذكر ان لدي المعلومات واكيد احنا ليش جاي نسوي الريقوست للتست على موض التستات لازم نكتب التستات اللي نريدها ولازم نكتب نوع العينة اللي نريد التست بها مثلا سكر بالدم سكر بالإدرار سكر بالنخاع الشوكي فحنا نريد بالضبط العينة اللي تنسحب الشنية بالضبط هاي date and time of sampling هاي يكتبها بالمختبر يكتب شوقت ان وغدت العينة والتاريخ واذا اكو أدوية يعخذها المريض لازم نكتبها لانا اكو بعض الادوية تتعارضها بالتحالي بس هنانا هذا هو بالمناسبة تحليل فورما هو التحليل نموذجي بس احنا ما عدنا هي شي بالمستشفى فورما ابسط بحواي بالنسبة ان احنا هي الفورما تجي للطبيب والطبيب هو يمليها مو شرط نتقيد باي فورما بس اكم علومات هنانا مهمة لازم نذكرها وراح نعرفها هي الشينية المعلومات اللي لازم نذكرها العمر هواي من التحاليل تتأثر بالعمر خاصة الكوليسترول والالكالاين فوسفاتيز الالكالاين فوسفاتيز ممكن يصير بالطفل اللي هو هستوى مولود حديث الولادة خمس اضعاف شخص البالغ اوكي فاذا ابو المختبر ما يدرى هذا طفل الجاي يسوي للتحليل لو شخص بالغ مني يصير خطأ من الجهاز ما رح يعرف يعني مثل صار خطأ وهو عبانه طفل وراح يطل نتيجة ما فهنا صار مشكلة لازم نذكر العمر للملب السكس الميل والفيميل يختلفون بهواي تحاليل يعني اكثر واحد منتشر هو التحليل نسبة الدم البي سي بي البي سي بي البي سي بي من السبعة وثلاثين للسبعة واربعين حتى سبعة واربعين مرات يعتبروها هواي للخمس واربعين بينما بالميل من الاربعين للخمسين طبعا البي سي بي a تستستيرون الهم بالميل الامن الكرياتين، الكرياتين الكرياتين وهو موجود بالعضلات واللي يضطاق العضلات في الميز عندهم عضلات اكثر فيحتاجون كرياتين كاينيز يشتغل اكثر وكذلك بالشديد كوليسترول هاي اختلافات فسلج هي احنا الاثنى سيتي هاي سوالة في امريكا هاي موسوالة سوالة في امريكا انه تدرون عندهم سود وبيل فهنا يسوون دراسات يعني فرق السود عن البيل فسوى الدراسات اللي قولنا هو كرياتين كاينيز والجي اف ار الستمياتي تجلوميور فلتريشي ريت يختلفن بين السود والبيل بالسود اكثر بالبيل اقل الحامل يؤثر على كل شهواء التحادل وراح يسوى الطرق بين الحوامل وغير الحوامل هنا لازم نذكر هاي بريغنانت اوكي بالعادة المختبرات احنا بالمستشفى يدرون منيارة هجاية العينة فيحزرون انه المريضة بريغنانت او مو بريغنانت تمام؟ بس الهم ان نذكرها مرات على موجة حالية مثل يوريا الكلام فوسفاتيز والبيكاربونيذ انه يتأثرا اذا المريضة بريغنانت او مو بريغنانت البوستشار البوستشار هنا هاي هنان البوستشار معناها العينة اوخذت من المريض واقف قاعد مستلقي على ظهرة على الجوانب هنا خاصة انه واقف او قاعد قاعد او مستلقي هنا هنا راح تأثر على النتائج خاصة البروتينات تمام؟ لان البروتينات شوية الهم وزن فالواحد من يوقف راح يصير انجوه اقل من فوق فمن تصحب من فوق راح يصير ان اقل مثلا من مستلقي صرا اكتر وكذلك التاليسيوم تتغير النتائج حسب انه واقف لو قاعد من يسحب الدم واكفد اكفد يعني معلومات عن ايش قده ضيف و ايش قده تنقص من انه واقف قاعد بس ما حد يلتزم بها بالعادة بس هي مهمة الاكسرسايز انه اذا واحد جاي يتمرن وورا التمرين سحبنا للدم هنا راح الكرياتين كاينيز يكون عالي تمام؟ او اذا واحد مثلي العقف اهل الحديد عندهم الكرياتين كاينيز عالي مو بس عالي هم اصلا ياخذون الكرياتين اوكي فهنا نلقي الكرياتين كاينيز خطيئة يشتغلوا لها قاعدهم فنسبته كلش عالي استرس الضغط يعني الواحد كلش يعني مسترس بعد دمتحان بعد فتشيسة وانا مصيبة مناخذ مننا دم وهو بهاي الحالة راح نلقي بعض الهرمونات صاعدة مثل البرولاكتين البرولاكتين طبعا هرموني يكون برو انفلامتري يعني يسبب انفلميشن الانفلميشن هو رجف على الدفاعي فالواحد من المسترس الجسم عبالا انه هو بخطط فيحاول يحمي نفسه فهذا البرولاكتين يقوم يفرزه تمام؟ نوترشنال انتيك ذكرناها اللي قدام احنا اكو تحاليل تحتاج انه الواحد يكون صايم واكو تحاليل تحتاج الواحد يعني مثلا اكو انواع من الاشياء مياكلها مثل شنوه؟ الجلوكوز لازم يكون صايم 8 الى 10 ساعات تريغليسرايد اللي هي الدخون تمام؟ هاي همين؟ تحتاج نفس الشيء وكذلك التستوسترون وقت السحب هذا نهمين وقت اخذ العينة اكو اغلبية الهرمونات تتبع في تشين صحلة سركيدين ريدم شن سركيدين ريدم انه الساعة لا زجهم انه اكو اشياء بالصبح موجودة اكثر من الظهر اكو اشياء موجودة بالظهر اكثر من الليل وكذلك مثلا انا الميلاتونين لازم ينفرز بالليل لان كانت تيضها بمنى الثلاثة او او التستوسترون وجماعتهم يزدادون الصبحية فهنا وقت السحب لازم ينذكر او الى اهمية يعني انتم من تقرون النتيجة المفروض تعرفون انه هذا نسحب للصبح نسحب للظهر او انتم تكتبون انا اريد هذا ينسحب للصبح اريد ينسحب لدم الظهر يعني اكو اكو مرضى يعني تقلو لهم روح الصبح للمختبر خي سحبو لك دم اذا صار الظهر لا تسحب دم لا تسوي التحليل تمام فهنانا مهم انه هو الوقت من يوم واكو ادوية مثل الفنتوين والفلوكستين داني يتعارضا ويقام مغلوثومان الترانسفيريز والبرولاكتين اكو ادوية تتعارض لبعض التحاليل فلازم نذكر الادوية اذا خلصنا من الاشياء اللي نحتاج نذكرها بالتاست على مود ما يصير اخضر فقط نتعرف على شنية انواع السامبولات اللي المختبر يبحثها بالعادة انواع السامبولات اللي المختبر او نقول سبيسيمينز ان الدم هذا اكتر شيء اليورن ثاني اكتر شيء طبعا السيربرو سبينال فلودي هنا مذكور ثالثة اكتر شيء بس هو بالعادة يعني نادر كلش بالمختبرات اللي عدنا سيربرو سبينال فلويد سائل النفاع الشوكي الامنواتيك فلويد السائل المحيط للجنين وعدنا الكاسترك جوس السائل ما العصارة العظمية اللي بالمعدة هادان شنوة هادان الحصى بالمرارة والحصى بالكلة بل طبعا الحصويات نفسيتين يندزل للمختبر الحصوى نفسيتهم وهم يبحث عن مكوناتها هذه الحصوى من مما تكون لها ما هي المادة المكونة لها هادان القوينان من الفوسفيت بيوريت اوكزاليت يجب أن نبحث عنه ما هي المادة المكونة لها على مدارف نقط العلاج الخروج لدينا سبيوتم أو صلايبة مثل السلايبة فيروس موجود بالصلايبة السبيوتم موجود بالبكتيريا والفيروسات السينوبيل السائل السائل المفاصل بالجوينت السائل المفاصل والأنسجة مثل لا يأخذ خزعة من الكبد لا يأخذ خزعة من الجلد لا يأخذ خزعة من أي شيء يحدث بالتهاب مثل جزء من القالون كذلك هذا الأنسجة فعرفنا العينات قلنا أكثر واحدة الدم الدم أهل المختبر يسحبوا يضعوا بأنبوبات مثل هذا الشكل مثل كيتش شاهدون هذا الشكل الأنبوبة التي يضعون بها الدم هذه هنا أنبوبة موجودة بها دم وهذه هنا هنا نفس الشيء لا تخافوا نظيفاتهم معظمات هنا هنا دن الأنبوبة ينجمع بها الدم كل الوحدة تؤدي وظيفة طبعا أنا أكثر من اثنين بالعادة بالمختبر يستخدمون ثلاث أنواع على أقل للدم فأول وحدة اللي يشوفون دونها أحمر أحمر هذه الحمرات هذه مختبراتنا بالعادة مثلها لأنها كشمها بها طارقة يعني أنبوبة طارقة ما مضاف لها أي شيء ما نضاف لها ثلاث شين صحلة ما نعتقدر ولا أي شيء ثاني النوع النبوبة الثاني اللي هو الأزرق هذا هو الأزرق أنا أعدي واحدة مثلها هاي بها في المادة اسمها صوديوم ستريت ذا تقرون على التيوبة مكتوب بي تي صوديوم ستريت تمام؟ هنا البي تي يعني اسم التحليل اللي يسويه اللي هو البي تي تمام؟ احنا ما يهمله هنا بس نفهم أنه بها صوديوم ستريت أو ستريت هاي النوع الثاني من التوبة النوع الثالث اللي هو هبارين الهبارين نفسي مانع التخثر اللي موجود بجسمنا بس هنا ما يوجد على شكل هبارين حر صوديوم هبارين موجود بالتيوبة والثالث اللي هو ال-EDTA هاي هنا اقصدي الثالث بموانع التخثر اللي هو ال-EDTA ال-EDTA هو مانع التخثر نوع التيوبة أو لون التيوبة هو يكون بنفسجي مثل هذا الشكل هنا هنا لونها أصفر بها فتشي نقول عليه جل شوفون هاي هنا هاي هنا التيوبة بها دم اوكي هنا تشوفون من نحطها فتشي اسمه سنترفيوج الصر طبقة مات جل هاي شوفوه بالنص تفصل الدم عن الفوق اللي نصح له سيرم هاي أكثر شيء استخداما بالمختور طبعا بس ما أعرف ما أذكره هنا المهم المهم هاش قلنا قلنا ثلاثة ذني ثلاثة هن بهن مانع التخثر مانع التخثر يمنع أنه الدم يتجلط اوكي الدم من يطلع من الجسم يبدي يتجلط بدني منعا أنه الدم من أنه يتجلط ويبقى بصيغة السائلة دائما مثل ما تشوفون هنا هاي السوديوم ستريت شوفون الدم للساعة ما متجلوا اوكي فالصوديوم ستريت اللي هي الستريت نقول عليها والهيبارين والإدتائيين منع التخثر الدم ويخلنا يبقى على حاله التيوبة الحمراء التي لم يكن منع التخثر الدم سيتخثر والتيوبة الصفرة هاي شوفكم هاي أصلا سرع التخثر وما الدم الدم نضعه بالتيوبات كل واحدة لها لون كل لون يشير للمادة الموجودة بها لدينا ستريت ويدتي اي اللي هنم به المانع التخثر اسمه سوديوم ستريت هبارين ويدتي اي وعدنا الحمراء التي لم يكن منع تخثر لدينا الدم إذا نفعله centerfugation نضعه بقد اسمه اللي هو يفر ذني لتوبات يفرغه بسرعة كلش كلش كبيرة تمام يعني بالعادة هو يفرغه بسرعة خمسة آلاف ستة آلاف دورة بالدقيقة ما سيحدث هنا سينفصل تنفصل مكونات الدم هاي مكونات الدم ستنفصل بطريقة مختلفة باختلاف الدم اللي موجود بيها إذا كان الدم اللي موجود بيها محطوط لما نعتخذ ثور يعني الدم ما متخذ ثور راح تنفصل إلى بلازمة بلازمة وكريات الدم حمر ويصير بينات من طبقة ما الـ white blood cell وبليتليت هاي مو مهمة بالنسبة بالتحليلات بالمختبر بس البلازمة الهنانة وكريات الدم حمر تمام؟ وذا فرعناه التيوبة الحمرة يعني الدم متخثر ش راح يصير مثل ما شوفون ينفصل الدم المتخثر إلى هاي الخثرة راح تنزل جوه تشوفوها والسيرم هذا السيرم راح يصعد ليفوك تمام؟ إذا اجينا سؤال شين الفرق بين السيرم والبلازمة طبعا هنا تتم من المحاورة تقدرون نجاوبو السيرم ينتج من centerfugation يعني فر الدم المتخثر والبلازمة تنتج من centerfugation من الدم غير المتخثر يعني الـ بـ هذا الجواب اللي نقدر نجاوبه من المحاورة إذا نستعيد بشيء غير المحاورة نقول البلازمة هي السيرم ما الدم نفس السيرم زائدا البروتينات أو زائدا الثرومبوبلاستين والفايبردوجي زائدا البروتينات ما التخثر زائدا عوامل التخثر فالبلازمة لسا بها عوامل التخثر أما السيرم ما بأي عوامل تخثر كم هاي التيوبات وكل التيوبة المن نستخدمها هاي لطلع عمالتكم يعني كل واحدة وشنو الغرض منها كل التيوبة وشنو الغرض منها موسيقى